بقى حقفك عند حتة كده الحقيقة عجبتني قوي قوي جون اتعمل من الهيئة العامة للاستعلامات اي والجون ده عمله دي رشوان لما اخد المرسلين الاجانب وطلع بيهم يتابعوا العملية الانتخابية في شمال سينة مش هي دي اللي عايزين ياخدوها علشان كتعالوا بقى اتفرجوا ان احنا عندنا انتخابات رئاسية وعندنا لجان وعندنا قامت ده جون يعني بالحقيقة يعني تحية للهيئة العامة للاستعلامات بالزبط جون في التمانيات يا دي رشوان ايوه صح صح ليه مش انتوا دول اللي انتوا بعتنهم يتابعوا العملية الانتخابية تعالوا تابعوا تعالوا تابعوا ووصلهم لبوابات رافح ايوه كمان مش رافح دي مصرية ايوه اللي هم عايزين ياخدوها والمخططات واللي حيقول له باشا دي بلد وفيها انتخابات رئاسية وفيها ناس خارجة وفيها طوابير وفيها مقاش ارض فضية زي ما بيقولوا ايه رأيك في الحركة دي انا رأي انها ممتازة ورأي كمان انه الهيئة العامة للاستعلامات على طول بتلعب دور ممتاز مع دياء دكتور دياء وبعدين كمان المتحدة بتعمل شوه لهايل المتحدة بتتابع بشكل اه فيه اه فيه نذاهة رقي نعم رقي شوي اه يعني اصبحنا الوقتي فعلا ايوه نتحرك بعيدا الى منطقة الحياد التان بالزبط كده بالزبط كده انا كنت لسه بعر الوقتي الدكتور عبدالسند يماما المرشح الرئاسي شوفت جولة انتخابية ايه ايه والصبح عرضوا حزم عمر ايوه وبيعمل جولة انتخابية ايوه ايوه وبعدين هما بيشوفوا وبيشوفوا الاقبال وهم طبعا ما يعرفوش انا داخله ها حدنين ايه اه بس الطريقة اللي تمني بيها النهاردة التوافد الغير معقول والغير معتاد واللي كانوا فيه كتير من اهل الشر عايزين وما يحصلش على اساس انه فلان ده ما هو اصله اه ناجح ناجح يعني وبعدين ناجح ناجح تيجي بقى الدول الاياها تقولك لا ده واخد عشرة مليون صوت لا احنا بيقول احنا معه اللي بيمثلنا واهو هو ده اللي بيمثلنا ده رأيك خل بالك احنا في صمت انتخابي هذا هو رأيك انا في الحد تديق جمال انا اللي بتكلم عنه ان الاقبال يدعم الدولة بغض النظر مهو النتيجة دي في الاول وفي الاخر ايه مهو الناس اللي نزلت تؤيد الرأي الخاص بالامن القوم المصري بالضبط وعدم التنازل مهو انت انت فجأة منش احنا من شهرين لقينا بعد مختلف للانتخابات المصرية تماما ضيعة الضبط خرجت من نطاق العلبة الزيب بكام والاقتصاد ورغم ان احنا بنعاني معاناة شديدة للغاية ودخلت في منطقة فجأة لقوا ان كل الاصوات سكتت كل مصري وكله بص المنطقة ايه لا احنا وقفين في ظهر فلسطين وقفين مع اردنا بالضبط بالضبط كده بالضبط كده لانه كان فيه تهديد لاردنا وفيه تهديد خبيث يعني البدعوة الانسانية وما زال وما زال طبعا هو فشل ده هيتجننه انه فشل يعني انا شفت شخصيات صهيونية يعني انه طب وليه مصر ما تاخدهم عندها طب ليه تاخدهم بتسيبلكونتو بتسيبلكونتو كده يعني نساهم في ازدهاركم لا مش ازدهارهم نساهم في ضياع حق الشعب ايوه الشعب الفلسطيني وارده بالتصفيت ده احنا نبقى يعني عملنا اكبر ضربة طبعا اكبر من كل الحروب اللي اتعاملت ضد الفلسطينيين طبعا لو سمحنا بتطبيق هذا المخطط طبعا وعشان كده اتقلهم لا ده خط احمر سينة ارض مصرية وشهداء قد ايه يعني دفوا عن سينة شهداء يعني الواحد يصعب عليه انه يعذهم يعني لما نزلتي وشفتي الطوابير النهاردة كده مش ملاحظة برضو حاجة تانية انا لاحظت رغم ان هي تحركات شعبية فردية حتة الموسيقى والتهريج ومش عارف مين والحاجات دي كانت زمان احتفاليات انما انا النهاردة مشوفتش ده شفت بعض الموسيقى وبعض اللي مش عارفنين حاجات بسيطة اوي انما مش مكانش فيه مفيش تهريج قدام اللي جاة فيه جدية في الطوابير جدا لاحظت الحكاية دي اه لاحظت لاحظت كمان المرأة المرأة كتير النهاردة كان والله بقيت اشوف ببص كده يعني تقريبا يمكن كله سيدات يعني مصر جالة في مصر ما تغدتش النهاردة الستات ما طبختش هتقوله كنت منتخب ايه ما انتخبتش وهو كان في الشغل كمان يعني بس لا الحمد لله في وعي جميل وانا النهاردة بقولك والله فعلا دموعي نزلت لانه حست ان انا بشوف مصر اللي كنت بتمنها وكنت بتمنى اشوفها قبل ما اتكر على الله يعني فيها حاجات النهاردة كان درس رائع وبعدين الوجوه مبتسمة يعني رايحة باسرار وبوعي بخطورة المرحلة وخطورة اللي بيحيد بينا يعني ومن رغم من كده كان فيه بتسامة بتؤكد انا هنتصر نحن هنا احنا المصريين هنفعل ارادتنا وهي ارادتنا اللي هتمشي رأيك ايه في ان ممكن انا اعتقد ان دا من احد اكبر الاعداد للصحفيين الاجانب او المرسلين الاجانب في متابعة انتخابات مصرية ايه 528 واحد اخدين من رسميا حق متابعة الانتخابات وتغطية الانتخابات وسيلة 115 وسيلة اعلامية وصحفية دولية اشتركوا في القناة